ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم السلام عليكم شكراً جزيلاً بالمناسبة مسرح الفكر الجديد بدون حماس بركبوش على بعض عسيخ المواهب اللي شفناها مين موهوب؟ مين متأكد انه موهوب؟ اللي متأكد انه موهوب يرفع ايدولاً حلو معقول 20% موهوبين والباقي 80% تكملت عدد؟ والله مستحيل خليني اعرفكم على تاج الدين و تاليا مواهبهم وميزاتهم واضحة من أول من ولده ما عليها غبرة زيهم زي كل الأصغار عشانهم بيتصرفوا بخائية وبطبيعتهم تاج الدين ميزته الاختراعات الغريبة والتركيز تاليا حركة واجتماعية بشكل غير طبيعي تاج الدين مستعد يقعد ربع ساعة ماسك مصصتين ويحاول يدخلهم جوا بعض يمسك نقشات السنان ويرتبهم على الفراغ البين البلطين تاليا مستحيل تقعد ربع ثاني في مكان أنا بصراحة ما عمري شوفت طفلة قبل ما تركض بتفرق إجريها زي السيارات وبعدين تتطلق تتعرف على كل حدا وتسأل مين اسمك؟ مين اسمك؟ تاج الدين بلقيل شوية كراسي على الأرض فجأة طبيعته بتشتغل بيرتب الكراسي وراء بعض وبنادي ييا ييا مين بده ييكب الطيايا ينيوح العقبة تاليا بدها عرس ترقص فيه أول ما تسمع عقبة بتبلش تهز وتقول خدني ووديني على العقبة وبتنطنط مواهبهم واضحة زي الشمس سؤالي بعد بعشرين سنة لو قعدوا نفس القعدة هاي فكركم رح يرفعوا ديهم لو سألتم مين موهوب على أغلب لا ليش؟ مشوار طنص المواهب بيبلش والحمد لله من الحضانة معلمتهم التقليدية بتيجي وتحكي عن تاج الدين تاج الدين منطوي على نفسه يا حرام وهادي وما بيتفعلش مع الناس وبيركز كتير وبتنصح أمه حركي شوي حركي خليه تلح له تاج الدين هادي كتير ونفس المعلمة بتروح تحكي عن تالية هركي كتير شيطانة هاي بالعرادي وبريمة وبتنصح أمها امسكيها شوي هديها شوي ببشركم أول خطوة لتخريب إبداعات رب العالمين اللي ما خلى بصمة زي التانية بلش مين منكم طلاب جامعات أو متخرجين جديد ارفعوا ديكم انتم جزء من المشكلة بالمناسبة تتحمسوش كتير بنبلش من المدرسة ليستخدم على أصحابنا السلاح المسخرة يعني وأنتوا ساعدوني الشباب لرفعوا ديهم إذا صحابنا أو إذا صاحبنا عنده قدرة غير عادية إنه هو يتخذ قرارات بسرعة وبثقة ما نسميه؟ متهور وإذا صاحبنا يحب يركز ويهدي وقبل ما يتخذ قرار يروّق ما نسميه؟ نعم؟ يعني اختلف العلماء يعني ممكن نقول متردد طيب، لو إجا صاحبنا هذا نفسه وعنده قوة شخصية غير عادية وثقة ما نسميه؟ متسلط وإذا شخص تاني هادي ولطيف بيتقبل كل الناس وطيب مع الجميع ما نسميه؟ ما نسميه؟ يعني كنت أحكي إنه هو عنياته بس برضو هبيله عنياته ما نسميه؟ حوّلنا الموهبة لسلبية وصرت أسط حق فرجي موهبتي مين منكم أب أو أم؟ ارفعوا عديكم أنتوا جزء من أشكلي برضو بلاش فخر في المناسبة اتخيروا أن كلنا رجعنا للمدرسة ويوم الامتحانات أخذنا الشهادة ورجعنا لأهلنا في رأيكم أي مادة رح يركزوا عليها أكتر شيء اللي بيقول فيزياء يرفع أيدو المحزن إنه ومعظم جماعاتنا العائلية وأعداتنا العائلية نركز عائشة واحد بس ما هي نقطة الضعف وكيف ممكن نصلحها كل همي بفكر مين مش ابني وأنا ما أريد أن يطلع وبنسى أهم سؤال بالدنيا مين ابني وبشو ممكن يطلع مبدع عارفين أهمية الموضوع هذا لو ركزت على نقاط القوة على مواهب على ميزات ابني بدل ما يطلع أستاذ فيزياء زهقان عيشته ما بيحب التدريس ومش طايق التدريس كله ومتوسط رح يطلع عنا عماد حجاج سنتين ونصه هو بيدرس فيزياء في جامعة اليارموك وبالصدفة جرّب يطلع مع أصحابه على المرسم على الفنون الجميلة حس بمتعة غير عادية طبعاً ما الموهبة لما أجربها بحس بمتعة غير عادية غير طبيعية دكتور الفيزياء قال له جملة جوهرية شافوا هو بيخربش على ورق الامتحان الفيزياء وشاف رسوماته وأعجب فيها قال له يا عماد الحياة مرات بتكون زي القطار ومرات الشخص بيكتشف أنه ماشي بالقطار الخطأ قال له ما بيضر أنك تنطم القطار وتروح على القطار تاني لو سمحتوا غمضوا عيونكم اتخيلوا عماد حجاج أستاذ فيزياء بلش الناس يدمعوا لو أستاذ فيزياء كان برضه لما سألنا مين موهوب كان ما رفع إيده كانت جوهرته ضلت جواه عماد حجاج متع الناس واستمتع لما قام شوية غبرة عن موهبته وجرب هلا مش ضروري صراحة أغير دراستي وأغير كل تخصصي ممكن أكتشف مواهبي من خلال الأنشطة التطوعية زي ربيع الزريقات بتعرفوه؟ زي كل هالناس جرب يروح يتطوع ويتبرع بالمصاري لأهل غور المزرعة بس موهبته منعته يظل يتبرع بهذه الطريقة موهبته ميزته أنه عنده حس مسئولية تجاه المجتمع غير عادي نظرته أنه كل الناس متميزين ما فيش إشي إسمه حدا مش متميز حدا أحسن من حدا وكله تميز بجهته فقلب إشي إسمه تبرع صار أهل عمان يروحوا لغور المزرعة ويتعلموا على أدين أهل الغور كيف يسووا حرف يدوية وكيف يصنعوا سلال من إشر الموز بس لو سمحت لو سمحت نعم هاي موهبة هاضي؟ طبعا موهبة ولا السؤال غندي كان موهوب أم تريزة كانت موهوبة خلينا نفكر شوي فكري الجديد ما هي موهبة؟ موهبة بكل بساطة الشغل الموجودة عندي بتميزني عن الناس وبتمتعني الشغلة هاي ممكن تكون طريقة تفكيري ممكن تكون طريقة سلوكي أو مشاعري الموهبة إما في روحي أو في عقلي أو في حركاتي والحلو في الموهبة إنه في أي مكان ممكن أطبقها حتى في كراج سيارات سيتي سنتر البحرين أحمد يشتغل بالكراج جوه مهمته تدخل السيارات بيسوي هيك تطلع السيارات بيسوي هيك قامل غبرة من موهبته وطبقها في شغله عارفين أشياء كان بيسوي؟ بس تدخل سيارة بيسوي له هيك وبس تطلع سيارة بيسوي له هيك شكلي زيني صح؟ طبعاً ما هي مش موهبتي هي مش موهبتي الموهبة هي شي تلقائي ما بينتسخ ولو انتسخ بيطلع مشوه عارفين الحركة البسيطة هاي قديش أثرت في الناس؟ أحمد الباكستاني اللي لا عنده إنترنت ولا فيسبوك عملوله صفحة بالبحرين فيها 16 ألف معجب واحدة من النقاط الرئيسية لو تستدخل جوا على البيتج واحد بيحكي أنا يومي ما بيبلج غير لما أمر على الكراج أشوف أحمد أسلم عليه أشوف بشاشته وبعدين أطلع على الشغل واحدة ثانية كاتبة أنا يومي السيء بتغير اليوم رائع لو بس أشوف ابتسامة أحمد هاي تأثير الموهبة متع الناس واستمتع مين أخينا؟ هذا التقليد الصيني لأحمد كوبي بيست هذا موجود بالطابق الثاني بنفس الكراج سمع أن أحمد صار الناس يعطوه مصاري زيادة صاروا يحبوه بلش يقلده لا أحد بيعرفه ولا أحد بيطيقه عشانه ما دور عن موهبته دوره على مين أنا؟ بلاش الكوبي بيست الله يخليكم بلاش هالنسخ والكوبي بيست دوره على مين أنا؟ بس الله يخليكم على البكير زي صديقتنا العمانية اللي لأت موهبتها على البكير وسموها ملكة الرمل مين بيعرفها؟ إيش اسمها؟ ترى فيه جواز قيمة للي بيعرف اسمها مين حكا؟ زكفيلة إيش اسمك؟ محمد شعيبي زكفيلو وتاخد من معدي البرنامج الجائز القيم المعنوية بعدين إن شاء الله أنا ممنوع أطعم المربع من هيك كنت أجيب لك إياه حسنا شيماء المغيري أبدعت ومتعت الناس واستمتعت السؤال الأخير نرجع مرة ثانية نسألكم طب أنا موهوب؟ إحنا موهبين؟ ما يعني موهبين؟ الفعل الثلاثي لموهبة احكوا لي إياها ما هو الفعل الثلاثي؟ واهبة وبدو فاعل ومفعول به واهبة؟ مين هو الواهب؟ الله الإنسان طيب اللي بيوافق على بيوافق على هذا السؤال يرفع إيده مين بيحكي إنه الله ظالم؟ مين بيحكي الله ظالم؟ استغفر الله إله إلا الله إذا ما يشتك إنت؟ ما أقول؟ رب العالمين العادل معقول يغطي العشرين في المية رفعوا عديهم موهبة وتمانين في المية ليش نخلقوا؟ عبث؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً؟ وأنكم إلينا لا ترجعون؟ المواهب موجودة عنا كلنا والله العظيم موجودة الجواهر جوانا هل يمكن نختلاف الألوانها وأشكالها؟ عشان نكمل بعض عشان فعلياً كل إنسان ميسر لما خلق له السؤال تبعي مش إذا إحنا موهبين أو لا والله موهبين كلنا وكلنا عنا جواهر سؤالي إيمت رح نقيم الغبرة عن موهبتنا هاي ونستمتع ونمتع الناس عال 17 زي شماء المغيري ولا عال 80 زي أم حمود سؤالي الأخير مرة ثانية مسألكم إياه حتى لو لسه مش عارفين إيش موهبتكم مين متأكد صار وحس أنه فعلاً فعلاً أنا جواهي موهبة يمكن ما كنت حاسها من قبل ارفعوا ديك بنا صبحته الحمد لله الغبرة نقامت مد الأسد أنت واضح إنك أنت موهوب ما شاء الله عنه بس الواحد إذا عنده موهبة يستخدمها أنت بإيش تستخدم موهبتك؟ أنت بصراحة أقول لكم بصراحة ما الذي أتمنى؟ نفسي صراحة الألف وخمسمائة واحد الموجودين لا يناموا اليوم بصراحة أنا صريح من طبيعي نفسي لا تناموا لكي تشعروا فعلاً لكي تشعروا فعلاً لكي تشعروا فعلاً أنه عن جد عندي شيء رائع جوا بس عليه شوية غبرة وأنا مؤمن صراحة بس مؤمن أن الطريق فعلاً أنه نهضت هذه الأمة أنه نساعد الشباب يقوموا الغبر عن موهبتهم ويبنوا حياتهم حوالين هذه الموهبة شكراً للمشاهدة